هزيمة عم تتحول لفوز في موضوع انت كنت معتبر نفسك فيه يا برج العذراء من هزم او حقك يمكن رايح منك لكن كنت شاعر بالهزيمة لكن في هذا الشهر رح ينقلب الموضوع رأسا على العقب ورح يتحول الموضوع لانتصار إذن انتصار بعد هزيمة نشوف بشكل عام لبرج العذراء رح تكتشف او كتشفت علاقة ثلاثية حبيبي العذراء ولكن يعني نهايتها كتير مقربة بلشت تنتهي او بلشت تروح من الطريق هاي العلاقة الثلاثية حبيبي ممكن تكون عائق شخص في طريق العلاقة العاطفية مع الشريك مش دايما بيكون معناها خيانة او كذا ولكن هاي الطاقة الثلاثية عم تنتهي وتختفي عفوا عم بشوفك أول أول خلينا نقول أسبوع عم تتحسر عم تتندم على موضوع معين عم تتندم على اهتمام أعطيت ولا شخص يمكن وهذا الشخص ما ردلك الاهتمام باهتمام ولكن هذا الشخص لا فعلا بستاهل وهذا الشخص يعني تنصحك تستنى اذا كان خاصة من برج ترابي او اذا كان ناري هذا الشخص بستحق انك تستنى وبالعكس ما تتحسر ما تتندم على شيء نهائيا لأنه أنا شايفي هذا الشخص بيحملك حب كبير بيحملك حب حقيقي خلينا نحكي بصفاء يعني ما بده منك شيء ما بده عم بشوفه حب صافي تماما عم بيكون في عائق أو علاقة ثلاثية رح يتقولولي حب صافي طب كيف وفي علاقة ثلاثية العلاقة الثلاثية لها كتير معاني حبي حبايبي يعني مش اللي هو خيانة ممكن يكون عائق ممكن يكون أي شيء تاني حدا من الاهل ممكن يكون مشكلة مادية يعني أي شيء ممكن يكون طرف تالث عائق في العلاقة او بتكون علاقة ثلاثية من الأساس يعني انت اجيت على هاي العلاقة كانت أساسا يعني موجود فيها شخص صغير فشايفي هذا الشخص عم بيحبك حب حقيقي عم بتبلشوا سوى حياة جديدة او فرصة جديدة عم تعطوله بعض فرصة جديدة شايفي عم بيقدم لك شغلات في هاي الشهر او عم بيقدم لك تلائل انه هو فعلا صادق لانه انا شايفي انه انت مشكك فيه انت عم تندم انه اعطيته اهتمام انت عم بيكون في عندك شقوق حوالي خاصة مع هذا الكرت ولكن هو عم بيقدم لك شغلات شايفي عم تسافر ممكن تسافر مع الحبيب او سفر لوحدك لعمل لشي عم بتفكر بمواضيع خلينا نقول كبيرة مواضيع لقدام عم بتفكر بالسفر فعليا وعم بيصير يمكن بالشهر اللي بعده على الاغلب اه لكن تحضيرات وامور رح تسير لهذا الموضوع عم بشوف الطرف الاخر مقبل عليك بطريقة اه فضيعة ولكن عم يمسك حاله يمكن كل واحد منكم عم يمسك حاله للتاني عم بيكون في بخل بالمشاعر من الطرفين كل واحد ما بده يبين مشاعره تجاه التاني اه ولكن شايفي في عندك انتصار انتصار من بعد ما كنت حاسس بالحسرة او كذا رح تحقق انتصار معين في هاي العلاقة هذا السيناريو ما بعرف ليش طلع عندي كلياته عاطفي يعني مع انه انا ما فتحت على العاطفي فتحت بشكل عام اه عم بيكون في عندك انتصار اذا اه ممكن يكون سيناريو عمل اللي هو سفر على عمل مش مع الحبيب ممكن يكون اه ممكن يكون يعني اللي هو عم بتحط حجر اساس لعمل جديد او فرصة جديدة عم تجيك اه كشغل اه ولكن بشوف شوي مطلوب منك هاي ازا بدك نصيحتي يعني او نصيحة لهذا الشهر مطلوب منك شوية صدقات شوية اه عطاء اه عطاء في كل شيء عطاء في المادة وفي العواطف يا عدرا وانت اساسا يعني عطاء زي ما بيقولوا يعني معطاء او شيء اه عم بشوف في حمل ممكن يكون حمل عند الاشخاص اللي مستنيين حمل عم بشوف الطرف التاني عم بشوفك بطريقة كتير حلوة عم بشوف عندك كل شيء مؤهلات انت فعلا عندك مؤهلات اه يعني كل المؤهلات لحتى تكون نمبر ون في حياة الاخر في حياة الطرف التاني زي ما قلتلكم ما قلنا الطاقات الطاقات عم بتكون اه ترابية ان هذا بشوفه ممكن ميزان ممكن تور معينو تور اكتر اه ممكن الطاقات عم بتكون اه نارية ترابية هوائية هذا بشكل عام بالنسبة للعمل ما طلع لنا شيء عن العمل وكنه فيه ركود في العمل لما ما بطلع شيء عن موضوع معين بيكون فيه ركود او ما فيه تغيير او من هاي ناحية اه الشغلات اللي بتطلع بالورق هي الشغلات اللي اللي فيه عليها تغييرات او تطورات العطفة بشكل مختصر او عام عشان ما نطول عليكم رح اعتمدهم والله شايف الحبيب يعني حالتك وقاعد حالتك يعني محتفظ فيك مش حابب تروح من ايده خايف تروح من ايده وكنه عم بشك انه يمكن فيه حدا بحياتك فيه ممكن تروح من عنده او تطلعه من تفكيرك عم بشوف شوي طاقة انتظار اول هذا الشهر لكن عم بشوف افراح في افراح بينك وبين الشريك مهما كانت العلاقة شكلها عم بيكون فيه افراح عم بيكون فيه احتفالات بينك وبينه شايف المشوار طويل بناتكم والعلاقة جدية نوعا ما فيه ناس بيحبوا بعض عن طريق العمل او بناتهم شغل هدول الاشخاص كمان علاقة قوية ووطيدة ولكن رح يصير فيه تغيير معين في شكل العلاقة يعني اما من صداقة لحب اما من اعجاب لصداقة او من اعجاب لحب من حب لزواج عم بشوف فيه تغيير جذري في هاي العلاقة او في شكلها رح يكون فيه ترسيم او وعد في ترسيم هاي العلاقة عم بشوفكم بترتبوا اموركم يعني اذا كنتوا مبتعدين عم تتخيلوا بعد كل واحد يعني حاطت ايده على خده وعم يستنى التاني وعم بيفكر بالتاني ولكن عم بشوف كل واحد يعني متمسك في رأيه كل واحد متزمت في قراره فيه شخص او فيه شغلة رح تجمعكم مع بعض يعني حاس انه لا هو رح يرجع لا انت رح ترجع ولكن فيه احتفالات وفيه مواقف هي رح تسير يعني القدر رح يتدخل يمكن شخص رح يتدخل موقف معين يخليكم بحاجة تحكوا مع بعض وساعتها بيصير فيه رجوع لو كان يعني فيه انفصال شايفه للمتزوجين فيه شوية راحة من بعد تعب عم بتحطوا المشاكل شوي ورا ظاهركم يمكن لفترة مؤقتة عم بيكون خوف من علاقة ثلاثية مجرد وهم ما فيه علاقة ثلاثية ولكن عم بيكون عندك شوية وهم ناحية هاي الشغلة او شك بهاي الشغلة ولكن مش موجودة ابدا في الاوراق او في الطاقات الموجودة احذر من هاي طاقة الاوهام وطاقة وهم العلاقة الثالثة لانه فيه ناس كتير بتفكر انه او بتشك ولا شكوكهم بتكون غلطة فما نضيع الموضوع او نضيع العلاقة في شكوك وفي امور مش موجودة نشوف او ما شفنا مسج خلينا نشوف مسج اول شي من الحبيب اذا كان بعيد او قريب او والله الحبيب تعبانا كتير بيقولك انهaju كتير تعباني كتير متأسر كتير Jess يمكن عشان تحن عليه أو تحزن عليه بيقولك أنه وضعه مش تمام عم بيكون حزين عم بيكون وحيد يمكن هاي مسجة عشان أنت اللي تبادر ما بعرف بس لا ما بنصحك تبادر أبدا لأنك ما غلطت بالأوراق مبين أنه أنت مش غلطان أبدا ولكن عم بيكون في مثل اللي هو استعطاف في هذا الكرت إنه هو حزين هو عنده مشاكل هو مش مرتاح وعم بيستناك ما بعرف ليش عم بيستناك خلاص يأخذ خطفة تشوف التحزير لهذا الشهر لبرج العذراء شو عم بيكون انت يا برج العذراء هذا الشهر ممكن تتسرع في موضوع ممكن تتسرع في قرار عاطفي خاصة عم بيقول لك التحزير إنه لا استنى شوي فكر أعطي حالك مهلة ما تأخذ أي قرار سريح هذا الشهر وما تأخذ قرارات أساسا هذا الشهر أنا بموصحك هذا الشهر بأي قرارات كبيرة مصيرية يا برج العذراء استنى شوي للشهر اللي بعده نشوف شو بحكي لنا شو بحكي لنا بقول لك انت آخر فترة مش غلطت غلطات شوي خبصت لك شوية خبوصات يعني وكانه بحكي لك انه رتب الأمور نظف اللي انت عملته إذا غلطت بحق حدا اعتذر الاعتذار مش عيب ولا شي يعني عادي جدا الكبرياء شوي نخليه على طرف بالعلاقات العاطفي يا جماعة يعني شوي نمشي الأمور فبس بيقول لك نظف اللي انت عملته وكأنك يمكن غلطت أنا مش شايفة غلطة كبيرة ولكن يمكن غلطت بموضوع أو عملت شيء أو يمكن بالشغل ما كان عندك تنظيم معين للأمور فبيقول لك نظم هاي الفوضى أو نظفها لحتى تمشي الأمور حبابي برج العذراء بشوفكم بالفيديو الجاي باي